السلام عليكم طلبة العزاء سنكون في هذا الفيديو مع شرح لسن 5 من يونت 2 من كتاب الطالب لدينا هنا اعلان مسابقة هل لديك فكرة لمساعدة مدرستنا اي تحمي مساعدة مدرستنا على حماية البيئة بطريقة افضل او بافضل طريقة لدينا ما يصل الى 100 دينار اردني متوفرة لمساعدتك اي تنفيذ فكرتك او البدء بفكرتك اكمل النموذج لتخبرنا عن فكرتك اشعار الخاص بالكومبتشن المنافسة او المسابقة هل تستطيع التفكير بفكرة يمكن ان تساعد مدرستك لحماية البيئة؟ يمكن ان نقول اعادة التدوير وضع ثلات مهملات لإعادة التدوير اعادة التدوير في الحديقة او في مكان ما خارج بناء المدرسة تنظيم ايام تنظيف للصفوف تنظيف مياه المطر ثم استخدامها لـ Water Ray النباتات في المدرسة In the school garden في حديقة المدرسة Or in staff rooms Staff rooms غرفة المدرسين أو العاملين إلى آخره إذن هذه اقتراحات يتم تنفيذها في المدرسة للمساعدة في إعادة التدوير والحفاظ على موارد البيئة اذهبوا للصفحة 94 وادرسوا بعض الأفكار للمسابقة أو المنافسة في التمرين الأول ثم استمعوا إلى لجنة طلاب تناقش الأفكار اي فكرة يختارونها في النهاية أولا سنذهب للصفحة 94 ونقرأ هذه الأفكار انتقلنا الآن إلى الصفحة 94 هذه هي الفقرة المطلوبة لدينا هنا فكرة لإعادة التدوير وهنا فكرة ثانية وفي الصفحة التي بعدها فكرة ثالثة سنقرأ سويا الفكرة الأولى فكرتنا بان يحضر أو يمنع إذن حضر أو منع استخدام استخدام مرة واحدة إذن حضر أو منع زجاجات بطلز زجاجات الماء البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة في المدرسة students bring reusable water bottles instead إذن على الطلبة أن يحضروا bring يحضر reusable قابل لإعادة الاستخدام زجاجات ماء قابلة لإعادة الاستخدام عوضاً عن ذلك عوضاً عن ماذا عن single-use plastic bottles benefits for the environment benefits فوائد إذن أخبرونا بفكرتهم ويريدون أن يشرحوا ما هي فوائد هذه الفكرة للإنفايرمنت البيئة reduce plastic use التقليل من استخدام البلاستيك لو أن كل طالب يشتري أو يحضر معه زجاجة بلاستيكية تستخدم مرة واحدة وحادية الاستخدام كل يوم فإن ذلك أي بالمحصلة يساوي ألفي زجاجة في اليوم كيف سنستخدم الجرانت المنحة؟ قلنا أن المنحة تصل إلى 100 دينار أردني إذا فازوا هم في المسابقة يخبروننا ماذا سيفعلون بهذه المئة دينار إنستول درينكينج فاونتنز إنستول تركيب درينكينج فاونتنز ينبيع الشرب and set up campaign to encourage students to bring in reusable water bottles وset up إنشاء campaign حملة لإنكارج تشجيع الطلاب على إحضر زجاجات مياه قابلة لإعادة الاستخدام إذن هذه مجموعة من الطلبة جاءت بهذه الفكرة لتشارك فيها في المسابقة المجموعة الثانية ما هي فكرتهم؟ يقولون Our idea فكرتنا Set up a day when everyone living less than two miles from school agrees to walk or cycle to school إذن إعداد يوم حيث كل شخص يعيش على مسافة أقل من ميلين من المدرسة agrees يوافق على المشي أو ركوب الدراجة cycle إلى المدرسة rather than being driven in by their parents عوضا rather than عوضا عن أن يتم توصيلهم بواسطة سيارة by their parents من قبل أهلهم Those living further away who usually come by car agree to share cars with at least one other student إذن القسم الأول أن الذين يسكنون على بعد ميلين أو أقل من ميلين من المدرسة أن يأتوا مشيا أو بالدراجة لكن هؤلاء الذين يعيشون Those living أبعد further away أبعد من مسافة الميلين والذين عادة يأتون بواسطة السيارة عليهم أن يوافقوا على share مشاركة سياراتهم مع على الأقل طالب واحد آخر هذه هي فكرتهم Benefits for the environment يشرحون فوائد هذه الفكرة للبيئة Reduce pollution on that day تقليل التلوث pollution في ذلك اليوم and encourage people to make it a regular thing وتشجيع الناس على جعل ذلك شيء اعتيادي أي أن يقوموا بهذه الخطوة التي شرحوها How we will use the grant هنا يتحدثون كيف سيستخدمون المنحة Make a short film about the project to encourage other schools in the area to try the same thing إذن بالمئة دينار ماذا سيفعلون سيقومون بصنع فيلم قصير عن المشروع مشروعهم لتشجيع المدارس الأخرى في الأريا المنطقة لمحاولة فعل نفس الشيء إذن هذه خطة المجموعة الثانية فكرتها وفوائد الفكرة وماذا سيفعلون بالمنحة كيف سيستفيدون منها لتنفيذ فكرتهم الفريق الثالث Our idea فكرتنا Clothes swap Swap تبادل تبادل الملابس Everyone brings clothes they no longer need and swap them for different items كل واحد يحضر ملابس لم يعد بحاجة لها No longer need لم يعد بحاجة لها ويبادلها بأشياء مختلفة Benefits for the environment فوائد فكرتهم للبيئة Students stop buying so many new clothes الطلبة يتوقفون عن شراء الكثير من الملابس الجديدة which reduces the impact on the environment of manufacturing them والذي من شأنه أن يقلل من التأثير على البيئة تأثير ماذا تصنيعها تصنيع هذه الملابس manufacturing تصنيع الملابس How we will use the grant كيف سنستخدم المنحة Publicize and promote the event and pay for the hire of a venue Publicize الإعلان عن and promote الترويج ل the event الحدث وPay for the hire of a venue Pay يدفع لاستئجار venue الموقع إذن هم يريدون أن يستخدموا موقعاً مكاناً معيناً لجمع الملابس وإجراء هذه العمليات للتبادل للحفاظ على البيئة إذن عليهم أن يدفعوا لاستئجار هذا الموقع وسوف يدفعون للترويج والإعلان Publicize يعلن promote يروج لإعلان لهذا الحدث إذن ما هي الأفكار الثلاثة أولاً حضر استخدام زجاجات الاستخدام الواحد الثانية التقليل من استخدام وسائل النقل والثالثة تبادل الملابس الآن نعود للدرج في الصفحة الثانية والعشرين ونعود للسؤال Exercise 2 كانت تتمت السؤال بعد أن درسنا هذه الأفكار Then listen to a student committee سنستمع إلى اللجنة الطلابية وهي تناقش هذه الأفكار وما هي الفكرة التي قرروا اختيارها في النهاية The student committee لجنة الطلاب مكونة من من عائشة فاتن نادية عائشة تقول حسناً لقد كنا نناقش هذه الأفكار لفترة الآن وأنا يجب أن أقول أنني حقاً أحب فكرة اليوم المشي للمدرسة Walk to school day الأهالي الذين يوصلون أبناؤهم للمدرسة فقط يسببون causes يسببون الكثير من الكنجسشن الازدحام أو التكدس والبولوشن التلوث فاتن تقول Yes that's definitely the best idea نعم بالتأكيد تلك هي الفكرة الأفضل It will have an immediate impact and it's quite easy to set up سوف يكون لها impact تأثير immediate مباشر ومن السهل جداً القيام بها set up إنشاؤها أو القيام بها Are you okay with that نادية هل أنت موافقة يا نادية okay with that موافقة مع تلك الفكرة نادية well it's a good idea إنها فكرة جيدة but to be honest لأكون صادقة it doesn't grab me doesn't grab me لا تجذبني أو لا تثير اهتمامي do you really think people will go for it هل تعتقدين حقاً أن الناس سيقبلون عليها go for it يقبلون عليها أي أنهم سيوافقون أو يلتزمون فاتن well حسناً I suppose I can see what you mean أفترض أنني أفهم ماذا تعني هنا سي ليست بمعنى يارهية بمعنى يفهم I did like it though رغم ذلك though أنا أحببتها نادية look we have to choose something that people will really want to take part in يجب أن نختار شيئاً أفترض أن الناس حقاً سيريدون أن يشاركون فيه I think most of us are a bit too lazy to want to work to school even if we should فاتن I think most of you are right with the other ideas أنا أحب كلتا الفكرتين الأخرين I mean they are both worth doing worth doing تستحقان القيام بهما aren't they أليستا كذلك and I hate the amount of this we create وأنا أكره كمية النفايات waste نفايات amount كمية كمية النفايات التي نوجدها فاتن I can't make up my mind either make up my mind أقرر أيضاً On the one hand من ناحية It could make a real difference to burn plastic bottles من ناحية فإنه يمكن أن يحدث فرقاً حقيقياً حظر الزجاجات البلاستيكية But On the other hand ولكن من ناحية أخرى I like the idea of having a clothes swap because it could be a real social occasion أحب فكرة أن يكون هناك تبادل للملابس لأنها يمكن أن تكون مناسبة اجتماعية حقيقية Occasion مناسبة Social اجتماعي عائشة I think we are on the wrong track here أعتقد أننا على track مسار المسار الخاطئ هنا We need to think about what will appeal to most people نحن بحاجة أن نفكر ما الذي سوف يعجب أو يجذب معظم الناس appeal يروغ لمعظم الناس أو يجذب معظم الناس And not everyone is that into clothes Are they Not into something مهتم بي إذن ليس جميع الناس مهتمين بالملابس أليس كذلك Nadia That's what I was going to say هذا ما كنت سوف أقوله A lot of people just aren't that interested in fashion الكثير من الناس ليسوا مهتمين كثيرا بالأزياء Fatten Okay So will we go with banning single-use bottles then إذن هل سنقرر حضر زجاجات الاستخدام الواحد إذن Go with سنذهب مع هذا الخيار إذن هل سنقرر Go with It looks like that's the best idea all round يبدو أن هذه هي الفكرة الأفضل all round بشكل عام It will appeal to a lot of people سوف تجذب appeal الكثير من الناس أي سيوافقون عليها It's quite simple to set up إنه سهل جدا القيام بها If we get some water fountains installed إذا حصلنا على بعض Water fountains ينبيع المياه installed أي يتم تركيبها That means It will have a long-term impact on the environment ذلك يعني أنها سوف يكون لها Long term على المدى الطويل Impact تأثير على المدى الطويل على البيئة عائشة Yes, it's a great idea نعم إنها فكرة عظيمة That's settled then That's settled أي تم الاتفاق على ذلك نادية I'm not sure أنا لست متأكدة I can't put my finger on it Put my finger on it أضع إصبعي عليه أي لا أستطيع تحديده But I've got a feeling that maybe that isn't the best plan لكن لدي شعور أنه ربما تلك ليست الخطة الأفضل إذا ما الذي لا تستطيع تحديده لا تستطيع تحديده على ماذا سيستقرون ما هي الفكرة الأفضل I'm having second thoughts now Have a second thought أي يغير رأيه يفكر مرة أخرى Maybe The walk to school day was the best idea after all ربما يوم المشي للمدرسة كان الفكرة الأفضل في النهاية after all في النهاية عائشة وفاتن Seriously حقا نادية Just kidding أنا أمزح I agree with you too أنا أوافق معكما أنتما الإثنتان لنستمع الآن للحوار Okay well we've been discussing these ideas for a while now and I have to say I really like the idea of a walk to school day Parents driving their kids to school just causes so much congestion and pollution Yes that's definitely the best idea it will have an immediate impact and it's quite easy to set up are you okay with that Nadia Well it's a good idea but to be honest it doesn't grab me do you really think people will go for it Hmm well I suppose I can see what you mean I did like it though Look we have to choose something that people will really want to take part in I think most of us are a bit too lazy to want to walk to school even if we should Yes thinking about it a bit more you're spot on Nadia it just isn't that exciting is it Okay fair enough I guess you're right Well which of the other two ideas should it be then I'm on the fence really I like both the other ideas I mean they're both worth doing aren't they and I hate the amount of waste we create I can't make up my mind either on the one hand it could make a real difference to ban plastic bottles but on the other hand I like the idea of having a clothes swap because it could be a real social occasion I think we're on the wrong track here we need to think about what will appeal to most people and not everyone is that into clothes are they that's what I was going to say a lot of people just aren't that interested in fashion Okay so will we go with banning single use bottles then it looks like that's the best idea all round it will appeal to a lot of people it's quite simple to set up if we get some water fountains installed that means it will have a long term impact on the environment Yes it's a great idea that's settled then I'm not sure I can't put my finger on it but I've got a feeling that maybe that isn't the best plan I'm having second thoughts now maybe the walk to school day was the best idea after all Seriously Just kidding I agree with you two Then بعد أن استمعنا للنص كان السؤال ما هي الفكرة which idea التي اتفقوا عليه أو التي اختاروها أخيرا الفكرة كانت هي banning single use bottles حضر زجاجات الاستخدام لمرة واحدة اكملوا صندوق التحدث بالكلمات من الصندوق استمع للمحادثة ثانية وتأكد من إجابتك لدينا fence سياج لكن وضعت هنا في مصطلح في النص finger إصبع grab يمسك mind عقل second ثاني spot بقعة track مسار what ماذا with ما هذه الكلمات هذه معانيها المفردة المجردة ولكن معظمها استخدمت ضمن مصطلحات أو تعابير لنقرأ الجمل speaking problem solving حل المشاكل expressing indecision التعبير عن decision قرار indecision التردد التعبير عن التردد التعبير الأول I am torn between فراغ and فراغ أنا ممزق بين شيء وشيء torn ممزق أي حائر بين شيء وشيء I am on the fence about أنا متردد بشأن I am having second thoughts أنا أفكر للمرة الثانية أي أعيد التفكير لست واثقا من قراري I can't make up my mind لا أستطيع أن أقرر on the one hand but on the other hand من ناحية ولكن من ناحية أخرى I can't put my finger on it but لا أستطيع أن أحدد ولكن إذن هذه ستة تعابير للتعبير عن التردد in decision expressing agreement التعبير عن الاتفاق You're spot on أنت محق That's what I was going to say ذلك ما كنت سأقوله absolutely بالتأكيد Expressing Disagreement التعبير عن عدم الاتفاق أو عن الاختلاف It doesn't grab me إنه لا يجذبني أو لا يثير اهتمامي I think we are on the wrong track أعتقد أننا على المسار الخاطئ That's a good point but تلك نقطة جيدة لكن Okay but another option might be حسنا ولكن خيارا آخر قد يكون Seriously حقا هل أنت جاد Reaching a decision التوصل إلى قرار So let's make a decision on this إذن لنتخذ قرارا بهذا الشأن Okay So shall we go with إذن هل نقرر و التتم It looks as if we agree that يبدو أننا نتفق على أكمل النقاش بعبارات من صندوق التحدث استمع وتأكد إذن سنملأ الفراغات هنا ثم نستمع لنتأكد من إجاباتنا عائشة which posters do you prefer أي ملصق إعلاني تفضلين فاتن I don't know لا أعلم I'm torn between this one with the water bottle and that one with the bright colors أنا محتارة بين هذا والذي فيه زجاجة ماء وذلك الذي فيه ألوان bright مشرقة نادية I can't put my finger on it أنا لا أستطيع أن أحدد but the one with the water bottle doesn't grab me لكن ذلك الإعلان أو الملصق الإعلاني الذي فيه زجاجة الماء لا يجذبني فاتن Maybe it's just not original Not original ليس مبتكرا أو ليس تصميما جديدا لذلك لم يعجبها I don't think this idea will really inspire people to take part أنا لا أعتقد أن هذه الفكرة حقا ستلهم الناس ليشاركوا take part It takes a lot of effort to remember to bring in a reusable bottle إن ذلك يحتاج الكثير من الجهود لتذكر إحضار زجاجة reusable قابلة لإعادة الاستخدام We need to think about how to motivate people to do it نحتاج أن نفكر كيف motivate نحفز الناس للقيام بذلك فاتن That's a good point تلك نقطة جيدة but maybe that depends on how we present the concept ولكن ربما ذلك يعتمد على كيف نقدم the concept المفهوم هذا المفهوم الذي سيطرحونه أول فكرة نادية yes with the bright colors go with يتفق على هل سنتفق على الملصق الذي فيه الألوان المشرقة نادية yes it looks as if we agree that one is the best صادية يبدو we go with the one with the bright colors yes it looks as if we agree that one is the best idea بهذا